أقامت الهيئة الوطنية للإعلام احتفالية باستوديو 45 بالإزاعة المصرية تحت شعار يوم الوفاء لتكريم رموز ورواد العمل الإعلامي في بيتهم الإذاعة المصرية تقديرا وعرفانا بدورهم الرائد في العمل الإذاعي ولما بدلوا من جهد مخلص في تجويد وتطوير المحتوى الإعلامي وتقديم رسالة إعلامية تلموية توعوية للمواطن المصرية وأعرب حسين نازين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن اعتزازه وتقدير الأجال العملاقة ورواد العمل الإذاعي الذين صنعوا إعلاما هادفا قدم رسالة إعلامية جادة شكلت وجدان وفكرة المواطن وغرست قيم وأخلاقيات وسلوكيات المجتمع المصري وأثناء الاحتفالية قام رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالتسليم دروع التكريم لرواد العمل الإعلامي وتكريم عدد منهم ترجمة نانسي قنقر